المقترحات على اللجنة السلام؟ مئات الاختراحات جات على فكرة حتى مش هايز اقول اختلافات عندنا في النادي الاهل مش حاجة اسم اختلافات هي في رؤى تباين في وجهة النظر اللي هي بيطلع عنها في الاخر منتج صح يليك بالنادي الاهل فجلنا مئات الاختراحات حاجات كتيرة جدا بالعجز احنا بنتابع كلام ما يكتبه النقاط يعني النقاط مهما اختلفت ميولهم ميولهم الكراوية سواء عنديد اهل او زمالك او خلالهم كل الاحترام كل ما يكتب تم متابعته وخلينا لجان احدى مخصوص تابع الكلام داخل الفترة اللي فاتت مئات الاختراحات اللي جات لنا دي حاجة طبعا اسعدتنا اسعدتنا للتفاعل اللي موجود لان في النهاية ما يهمنا هو النادي الاهلي طبعا والحاجة التانية ان دي ان شاء الله تبشر ان في جمعية عمومية هطليق بالنادي الاهلي لإقرار اللايحة دي وحتى اللي له اعتراض له كل يعني بعد ما تطلع في صيغاتها النهائية بعد كل التعديلات والصياغة وكلام ده المعترض له كل الاحترام بس رجاء منه ان هو يحمس ويشارك للإدلاق برأيه للإدلاق برأيه في الحق يوظف الحق اللي هو الدهول والقانون واللي احنا حارسين ان هو يرجع الحق زي ما قلت حياتك عايزيني الحق يرجع لصاحبه والجمعية العمومية للنادي الاهلي وهزيد لحضرتك ووارج جدا بعد ما ننخلص كل البنود والاقتراحات والصياغة ان منكم في الواقع العملي يطلع بندة او بندين يكونوا ما توافقوش مع الواقع العملي موجود جوه الليحة برضو آليات تفعيل ان انت تقدر بعد كده تعادل من خلال الجمعية العمية آليات التعديل موجودة طب لو حضرتك لو القانون نفسه غير لو القانون نفسه قانون رياضة حصل فيه بعض التعديلات هيتلوها وقتها انك لازم تعدل في لاحتك لتتواكب مع القانون نفس الحكاية موجود جوه الليحة الكلام ده آليات تعديلها فالمصلحة هو النادي الآلي كعهد كل أبناء النادي الآلي طيب